السلام عليكم أخوة تمنى تكونوا كلكم بخير و مرحبا بكم معنا في فيديو جديد الفيديو ديال اليوم غيكونوا حدر استعليمي شامل على سباغة المنزل من الولحة التالي إن شاء الله المواد اللي كنستعملوه المراحل الاماتيغ باش كنخدموه البيجي ديالها لامندو فريتا يشحى التامن ديالها كل شي غادي نقول لكم إن شاء الله في هذا الفيديو هذا كيف ما كتشوفوا الدار تخلنا عليها جديدة هذا ما عمر هات صبغة الحيوط ما زالين فيهم المرتوب والزليج يالله مديور والقبض ساوي يالله مديور يعني خدمة ما زالة جديدة من الول غادي تشوفوا باش كنخدموه السلعة باش كنخدموه ولي برودو اللي كنخدمو بيهم لاش كي يصلاحوا كل شي غادي نشرحوا إن شاء الله في هذا الفيديو هذا كيف ما كتشوفوا تسقي في هذا تاوة غادي نديرو شي صباغة مزيانة هذا كين حمام هنا كين دخلات الباب كوزينة كما كتشوفوا ما فيها ميت صبغة كاملة بزليج من الأحسن تكون الكوزينة كاملة بزليج على حسب الطياب وعلى حسب الغسيل وعلى حسب بزاف دير الحواج يعني من الأحسن تكون الكوزينة دايزة بزليج كاملة حتى الفوق وهذا حمام كما كتشوفوه هذا بيت كبير سبارك الله كين هنا يصالون وكين سيجور حداء انفاصلي كين دخلات الباب كين غايقون لحد الفاسك سوف تكون البولة كما كتشوفوه هذه هنا كين بيت صغير توا في البلاكر ليس صغير ولكن صغير من هذا الاخر توا في البلاكر وفي الدوش دياله توا أول مرحلة هي سنقراطي الحيوطة سنحيط لهم كاملة ومن بعد سنشطبوهم مزيان ضروري يكون تشطب من الأحسن يكون تشطب لأن تشطب شيء مهم تنبلك سوري في الخطة من الضروري يرى تضرب طبيعات ومن عندك هما يخدم الشراطة متاجموة كمعاودة تنبلك الشراطة لا يندك شطبة من الضرب ويمكنه اخطبه في الحيوط يضب الكثير يكون تضرب البلاكر بلاصة كاملة وخاص غاية تجيب حلط درجة في الحيط باينة هذا هو السبب ستشطاب لا تشطاب صناعية ستشطاب الدار كامل بالموس ستحرش ونشطابها كما ترى تشطاب كامل من الفق نقوم بلينت المرحلة الثانية نقوم بابي كولا في الجناب بالنسبة للدار منك تكون جديدة لا يوجد الكثير لا يوجد بلاكار لا يوجد خشب بحلوك الرخام والصراج من الأليمنيوم إذا كانوا راكبين أو لقدر الخشب إذا كانوا راكبين كما ترى نغطي السراج من الأليمنيوم لقدر لهم بابي كولا لكي نخدمهم المرحلة المراهة نرى أي بلاسة مضرورة غارقة لا تشارجها بلوندوي نشارجها بالقبس أي بلاسة نظر على الدار كامل ثم تقابل ثم تقابل في الدار كامل بالنسبة لكي تقابل لا تشارجها في القبس هذه الدار جديدة لا يوجدها فكساتور كولو بريم من شركة كولورادو هذا الدور يحمي الحيوطة من تصرب المياه يعني هنا كان لديك فويت تبقى لك الصباغة صحية لا تشارجها ويعطيها صلابة للحيوطة ويعطيها صلابة ويعطيها ويعطيها صلابة ويشمع لك الحيط لكي يكون لك روشاج من تصبح لوندوي يضمن لك الجودة ويضمن لك الجودة على المدى الطاول يعني الحيوطة لا تشارجها ولا تنفخ الراس يعني هذا البرو يحمي ويقوم بإمكانك ويقوم بإمكانك لكي تراوح الـ 180 درهم إلى 180 درهم الخمسة هنا أخذت لكي تصبح تقريبا 300 درهم الماكسيما أقصى وهو 8 درهم الكواتشو ويقوم بإمكانك الخدمة لا تشارجها بإمكانك لا تشارجها لا تشارجها لكي تشارجها لا تشارجها يعني هذا حل ترقيعي في بلاسما لا تشارجها صناعية ويقوم بإمكانك السوق ويقوم بإمكانك السباقة بعد ندوز الفيكساتور سوف يدوز السقوفة من تحت لا يقوم بإمكانك من بعد سوف ندوز وانا سوف ندوز السوق سوف نبدأ فيه مباشرة يعني سوف نبدأ هذا سوف نبدأ الفينيل السقوفة هو كولوفينيل 900 من شركة كولورادو هو صاحبي بحراسة لهذا السالون وانا بدأت على بركتي الله بدأت في هذا السالون كوش كان من فوق تحتمل أحسن ونضرب ونعكس الضربة لكي تشارج الحيوط مزيد كيف لا ترى سوف تشارج الاندوي لكي تعمل هو هذا مزيد ليس بحل الكولوبات ولكن هو مزيد كيف لا أقول في الفيديوهات لكي تعمل على حساب على حساب ما تعمل لكي تعمل هذا هذا بعد ما سوف ندوز كوش الأول لاندوي دينا سوف ندوز الكوش الثانية تبعوا معنا المراحل تأخر ان شاء الله لا تفوتوا مرحلة لا تفوتوا مرحلة لا تفوتوا لكي تعرفوا ما يكون المراحل كامل المربوطين لا تنسوا لا تنسوا لإخوان لايك و تضعوا على أي تسؤول تضعوا وضعوا لايك ستكون شجعتيني لتحمس ونعطي ونعطي فيديوهات أكثر إن شاء الله لا تنسوا لا تنسوا بالاشتراك الذي لا يشارك في القناة يشارك معنا فضلاً وليس أمراً ستكون ستكون النزال نصد النزال وقد تكون نصد عمضة الأطفال ستكون هذا المنزل ستكون نصد السلال كم أنظر سنبدأ في الثاني نتبع المراحل سوف ترى نهائي من هذا المنزل بعد أن نرى الضوء وبدأنا نضيف نفس الطريقة كما ترى الحيوطة يتفينها جيدا وكما ترى الحيوطة يتفينها جيدا أي شيء يتفين عليهم يتفين يعني الحيوطة يتفينها قريبا لا يبقى حيوطة لا يوجد حيوطة لا يوجد حيوطة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ونحن نرى كان يبدو في مرحلة الحكام ليس حكام كما أردتكم هذه الطريقة يتفين في مرحلة حيوطة وفي مرحلة حيوطة وفي مرحلة حيوطة وفي مرحلة حيوطة يبقى حيوطة 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 من الوسط اما بالنسبة لحكي أن نحدد البلينت غير تتكون قد قوية أخصى وكي نحدد الكوانات ونحن من أن تتوقف هذا القفرة اعني البرحلة تأتيج من الوضوية بكل كيف تراهم ومع الصالون السجد تأتيج من الوضوية البرحلة يعني البرحلة يجب quienفلور نقوم ب فلا كي نفضو به هذا الكوانات القبس يكونوا عامرين بطرفة القبس وأنا سوف ندوزهم بلقون فلور يعني من يأتي السباق سيطلعوا لديك الاجران في السباقة و سيبقوا معيقين شوية سيبقوا أعطينا منظر قبيح سوف نطلق السباق خدمت بالكولوفينيل 900 هو الذي نجعله لكم هنا في الشاشة و قمت سلعة في بيدونة حيث نخدم بلقون فلور يجب أن السلعة تكون لديه مطلقة في بيدونة لكي تسهل علي الخدمة لا يجب أن نقوم بالسطل سوف نقوم بالسلعة يعني السقوفة كي يخرجوا لكم متقونين 100% ضروري يجب أن تسهل علي المراحل هذا أنا السقوفة لم أدوزهم و لم أدوزهم صاحبي بالبروميون كوشة كيف تدوزهم من تحت في البيرشة يعني لم أطلع قطع و أنا كنت أدوزهم كيف تدوز معي هنا كنت أدوزهم الجناب و قطعت السقوفة كوانت السقوفة تماما بالقون فلور يعني لم أدوزنا البنسو على فوق كنت أظن لم أدوزنا البنسو و القون فلور يساعد بعد ما أدوزنا السقوفة قدرت لهم هذا كنت أدوزهم صاحبي سأدوزهم مع السقوفة مع الحيوط كيف تشاهدون بالبروميون كوشة الفينيل بعد ما سألت الغراغر سأدوزهم معه ساحبي سأدوز الحيوطة و سأدوز السقوفة يعني كنت أقسمه الخدمانوية هنا كنت أدوز بالقون فلور القطوع ما كنت أعدبش هو معه و أنا أعتقد أني ما كنت أعدبش مع الحيوطة ولا شيء حاجة صافي و أمكلف بالرول و كيدوز الرول وأنا كنت أقطع له من الفوق و من تحت كيف ماشته إحنا سالينو الضرب يا ضدبت قريبا الضرب سامبر رافيني يعني صافي دابل فينيسيو الضرب رافيني يعني أبغامو لها ينقيها و يسكن فيها صافي عادرة واجدها الحيوطة واجدين ولكن في الحقيقة ستبدأ الخدمة الصحية يعني هذا را سنجد الضرب لكي نفعلها داكور يعني مازال داكور سوف يدى بكان قراطة والأرضية سنحيدوا لها داكشي اللي طاح يعني ماشي شي حاجة ماشي صباغة زيت ولا غير صباغة الماد غيرها تتحيد يعني غير تسياق التحيد هتكو بغير واحد بالنسبة للناس ما كيعرفوش حيد و يخليوا لهم صباغة الأرض موسخة سيطلق واحد و ستجلب واحد شيتها حرشة و لو أريد شي تحيد ستجلب واحد راكلة طبحة و ستبقى تقراطيها عادي سهل سوف نقراطيها والدار كامل لكي نبدأ الديكور و لكي نخدمه نخدمه الديكور لكي تكون الدار من القيم جيد و سترتاح في الخدمة و تكون واحد المرضودية لكي تكون الدار نقيا يعني تفتح لك الشاي الخدمة بعدما نقينا الدار أول سنبدأ بسقوفة هنا بنالهم فينيل تانتي مارو شوكولا من أسترال كما تشوفون اللون دياله هو هذا سنطلقوه سيزيدوا له واحد العشرة في الميات قريبا كحد أدنى ديال الماء و سنبدأ في السقوفة أنتم ما تشوفوا معنا تبعوا معنا الفيديو إن شاء الله و ستشوفوا الشكل النهائي ديال السقوفة ستشوفوا كل شي إن شاء الله ما تفوتوتها مرحلة مرحلة بمرحلة لأن المراحل الصباغة ليس بحل أي أي شيء كتفرج لها يعني مرحلة مربوطة بمرحلة إذا كنت تبعوا شيئا و أخدمته أو شيئا و ما تدوزت لا أعرف كيف أدوزت أنا كنت أريدكم كل شيء لذيطع يعني كنت أخدم البانسو التي أخدمت بها هي هذه البانسو هل أنتم تشوفوا ماذا أخدمت بهذه البانسو بدأت لها هكاية البابيكولا في الجنب لتحقيق شعيرات لتقص لتحقيق البيض لترى كيف نختم البانسو يتم تحقيق البانسو و تحدث مقطع 100% لتعاود البانسو ديال كما يقول لكم الأخوان بها ندوز البندات كاملة تقريبا ندوزهم بها و لم أقصب البيض أبدا لم أقصب البيض قاع أو شيء صافي كما تشوفوه تأتي بني هنا القهوة الذي قمناه في الوسط يقدر يبال لكم رهن فيني في الأول ولكن من الأحسن من الأحسن أي سباغة منك تأتي لها الدوز يمكوش عادك تشد الصلابة ديالها ودك القوة ديالها يعني عادك تصحح يعني ذلك الساعة يمسحتها أرا غادي تمسح لك يعني كتكون صحيحة ما تكررت لكش صباغة أو لا يعني من الأحسن صباغة تكون دوز يمكوش هنا درناس غير ذلك البندات اللي يدوز البنسو هي اللي جات غيب كوش واحد بحيث عادية تصارجة تغيية سهلة وكتصارجة بالنسبة لبياساته كبارة ندوز لهم دوز يمكوش مبليجي ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة 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 اخر okay اشتركوا في القناة اشتركوا بالقناة بعد سلنا السيجور و سلنا الصالون اطلقنا الروفانا لا يعمل في سلعها هذا هو غبرة القريفية وغربناها جيدا بوحد الغربال ووزنا لها لوندوي غبرة ووزنا لها الكولا كولا القريفية ووزنا لها لا تنت يعني تنتناها كما تشاهدون بحال هكذا ويشارجي لصاحبي وانا اطلقنا الرامج بالطالح حتى انتم لا تشاهدون الطريقة كيف يعني كنت اطلقنا الكوانات مع البيبان البيبان لم يكن شراكبين في الأول ووزنا لوندوي ديانا ووزنا الفينيل دوزيام كوش للدار وانسيتما قلت لكم شراءة الدار ووزنا لها دوزيام كوش ديال الفينيل لا السقوفة لا الحيوط واني قلت لكم ديجابني كنت اطلق القهوة ولكن ضروري نعودها لكم هنا دوزيام كوش داروري 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 نعود بلندوي يكون واحد دوزيام كوش في الحيوط ديال السباغة اللي هي الفينيل بالنسبة للسقوفة سافي دبكن كيف ما قلنا صاحبي كي شارجي لي وانا كندووز الرامج ديال الدكور ديال الروفانا خدمناه بسلع اللي بريبارينا كيف ما قلت لكم بريبارينا هكذا بلندوي والغريفي كيف ما تشوفوا ديال البيوض اللي كسبقا سوف نعمرها سوف نعمر بالناكر سوف نطيح هذا الرامج وسوف نعمره بالناكر سوف نعمره بالناكر مع أور سيلفر أي لدينا نطيح يعني لم يكتشف ذيكور ومدرنا لدينا بالغريفي والاندوي والكولا ومن بعد مدرنا لدينا لدينا اللي الافينيل اللي احتاجة سوف نطيح مباشرة وخبقه وكيف ما تشوفو هنا يبقى بويض كنعمرهم حناية بديك الناكر الذي طلقنا الناكر مع أور سيلفر يعني بحل الفضة الماء الكولوراد هو الذي خدمنا به الأور سيلفر عمرنا به تقابي من بعد ما دوزنا من بعد ما نشفت بحلوكا ودوزنا لها الكولا سنعمره تقابي الروفانا غير رامش نعمره و نمسحه مباشرة بالطنجة ومن بعد نتلقى الكولا و نزيد معها ناكري سيلفيا كي يتوحد من اللون لكي يأتي لون واحد في التالي فيديو سوف ترى شكل نهائي كيف سيخرج شكل تبارك الله رائع سلعها و لا نعرف ما سيخرج بحلوكا يعني خدمناها وقتها و خدمناها خدمة ممتقوناه إن شاء الله مهم خليوا لي في الكومونطيرات لكن لا شيء مرحلة خليوا لي في الكومونطيرات وبالنسبة الشكل هو هذا و بالنسبة لهذا الفاصل سيتجد ان شاء الله الفيديو فيديو خاص سيتجده في القناة سيتجد من بعد هذا الفيديو و هذا القامرة هذا اللي قدرناه هنا في السجر سبارك الله سيتجد سنجد تصورها انتم الصالون الصالون هو هذا كما ترون بالبيج معه اللون القهوة الفوق ما شاء الله وهنا دوزنا المارو المارو في السجر المارو مغلوق ولكن رائع 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 انا رائع 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 في حسب الطياب و تكرفيس و دخان لدينا البيض وبالنسبة للورفان انتم لا تروني كيف كانت سيلفيا و رائع تبارك الله استطعت سيلفيا من المستخدم هي اللون حاننا نقري و بالنسبة لله تبارك الله شوفوا كيف طلع صباغة ديالو ما درنا لوح تشي حاجة يعني صباغنا غيدك صباغ انا بالعاني صباغته بوحديته باش يبقى بشي ببياسة يعني يعني يجين فروق يجين فروق عليه طافيت شلي كاين انتوما تبارك الله ما شاء الله خدمات طلعت متقونا هاتو طرفانتينو هاتوما تشوفوا كيف جاء جبحة الاينوكس اللون فيه براق كي براق بثاف على حساب الناكرة اللي ازدنا مع الكولا باش بغينا نفير نيوه ازدنا الناكرة ازدنا سيلفيا ما صفيتها ما تشي حاجة يعني ازدها هكك ازدها في الكولا وخلطها شوفوا النتيجة كيف جاءت شوفوا الله كولور كيف جاءت وبالنسبة لهذا شوفوا تبارك الله كيف جاءت سيلفيا جاءت بحلقة ما رأعطيها ديكور زوين بثاف كيف جاءت ما شاء الله معجية ضايرة وخدمتها بالعين خدمتها بشكل هكك وشوفوا تبارك الله الخدمة كيف جاءت ما شاء الله طرفانتينو ديكور جديد وسيلفيا ديكور جديد وستيكو ماربل تهوة جديدة يعني عدل المزاجور كل شيء تقريبا جديد والقهويتها ميزة على اللون التقليدية تبارك الله ومدخلنا اللون بزاف يعني يرى كين غلق ومدخل يرى كين غلق ومدخل ومدخل تبارك الله ما كين شروتو وش خليناه في الدار يعني خدمة تقونها مياه في المياه بقوامها كيف ما كنت شوفوا وراكم تبعتوا معانا المراحل من الأول حتى التالي إذا كنا ندرنا شي خطأ أو شي حاجة خليه في الكومونطيرات اللي بغي يسوي على شي حاجة يخليه في الكومونطيرات وبغيت نقول لكم أول مرة مع مرة طلبتها اللي لم يشارك في القناة فضلا وليس أمرين يشارك معانا في القناة لا ترى كيف يشجعنا بالنسبة الله ما تيغذية السلعة كيف ما قلتكم في الأول ديالفيديو قد نقول لكم السلعات قامت علينا ب 4500 درهم للتدار كاملة بالنسبة من الفيكساتور حتى الأورسيل في البش تزوقنا هذا الروفانا اللي في الكولوار وكل شي يعني ما نسيت لكم حتى شي حاجة حتى البابي كولا حسبته حتى القبض حسبته كل شي حسبت 4500 درهم تقريبا وراها حاولنا حاولنا حتى الثامن هو رمزي ونقتصده قليلا وخطة كورا ترى هم جدادين يريدون قليلا والصباقة يريدون قليلا يعني الدري صاحب الذي خدمته أتمينا بأتمينا مزيانين للسوق لكي يبيعون الناس والسلعة خدمنا بسلعة مزيانة تقريبا السلعة كاملة مرحبا بي وهكذا نصلنا نهاية الفيديو سوف نبارك لكم العواشر لأي شخص يرى هذا المقطع سأتمنى له عيد مبارك سعيد بالصحة والسلامة لكي يتمنى في خاطره وكل المتمنيات والصحيحة والسلامة للولدين والوليدات لكي تتمنى ان شاء الله تشوفوهم ونطلقى في فيديو أخر ان شاء الله بإذن الله شكرا 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 شكرا